شكيه هارون الرشيد رحمه الله بان له قصر وزيّن للناس والجماعة جو يشكلوا فيه وفي قصره القصر جميل والقصر سمح في شاعر ساكت قال ليه هو ابو العتاهية رحمه الله تعالى وده طوالي بدي شعر في الزهد والدنيا وزواله وكذي بعدين هارون الرشيد قال ليه يا ابو العتاهية هل لا أسمعتنا شيئا من شعرك قال ليك ذي ادينا بيات من الشعر القصر دم زخرف وكذي الدعوة بيات خليبكي لما وقع من السرير ودامر المؤمنين قال ليه ايش ما بدى لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فبكى حتى سقط من سريره رحمه الله تعالى موجه القبر قال ليه هنا حفروا ليه قبر حفروا ليه قبر بيكا قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يعني يا الله أنا كان عندي ملك ويت عندك ملك وملك ذاته من ملكك وأنا ملك ذال لأنه بموت وزايل لا كيت ملكك مفزول يا الله سبحانه وتعالى فلذلك الدنيا على زوال مهما طالك ما تدغى الشبيع بتاصلوا بيلدوك طفل بتكون مبتلة مما يلدوك بتبدأ بيه سرخة هس الطفل إنه ولدوه ما سرخ الجماعة بلاوزه مين الداية ليه آخر زول بلاوز قل لك والله الطفل ده ما سرخ يكون في مشكلة معنا أول شيء تبدبه في الدنيا دي تسرخ أول شيء شان تعرف إنها كاتمة من البداية مين ما تتمر قليه أول وقت تديها سرخة والله شيء طام بيهبشك بيجمع بعد شوية تكبر شوية ترضع ترضع يوم أمك زهجانة وتكون بعيدة والتعطشان بيجاي ما تقدر تعبر أي تعبير تبقى تعبان تكبر شوية تحبة تمش بالسرير تتوقع تكبر تكبر تاني يجو صحوك بعد الصبح آه الترحيل الترحيل زهج من البداية من صغير ترحيل اردموك يدعوك في هايس تزح القضى جوه الهايس هوك وكذي تمش تكبر شوية تخش مرحلة الشباب الشباب يأهد تعبا زي ذا يا اللي جيت لك شلة صالحة مشيت تمام وصابر لما الله يوفقك يا المهم لما تلك في شلة يبدوها لك شوية شوية ها كيف أصبحت تمام مما يبدو لك كيف أصبحت ده داري حكرك منك كيف أصبحت ما بدوا بالسلام معنا عزو الله شغلته ملخ بدأ بعد شوية يجيك من الصباح ها الليلة عندنا مرقى ها مرقى وين والله عندنا رحل رحلة فلان عازمنا امشوا عازمون شوية شوية يطرفوا به يعلموا السجار بيبدو ألب الحمراء طبعا ما شايف اللي شارة بتبدأ حمراء بتكون واقف وتمش لي قدام حمراء من البداية وف 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 بعد شوية تاني يليفوه تاني يبدو لف تلقى زي قرد الطلح براه هناك في البحر ما عارف عنده نمزجة غريبة خلاص والله عنده نمزجة حاجات تلقى جمع البحر براه وشغالي لف 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 حاجة وتلفت مما تتلفت معنا الشغل هذي ما نجيضة بعد شوية يشربه تاني يبدو برا الشبكة السماء دي ما لا قربت لا لا في محلة قربتها يتزاي قربت بتعشنه بعد شوية ندخوا هاتي لسفة برضو صعود تاني شوية شوية الامن فيه شوليات نعرفك دي وخدنا سوسو ودي وخدنا سوزان ودي وخدكم في الله ولا وخدكم وين وفي الله بتغشاه في الله دي دي أخوة في الله يا أخوة الدي لخبة تساي ولفه دوران وكله كذب ومصايب واحد يا أخوة أنا والله كنت فيه رفاعة بعدين ممشي الداخلية بتاعت الثانوية بلقى الشباب صغر ثانوية أدهوا النصايح وكذب في شباب بيستغيموا ما شاء الله وكنت بوصيهن أقول لهم بعد تمشوا الجامعة وتمشوا غيرها ما تبقوا مع أي حزب ولا أي طايفة أبقوا حرين ونعنا ذاته لو جيناكم يوم بقلم ورقة زحوا مننا ما تبقوا معنا أبقوا بس كتابه سنة شقوا ذلك المين وصايا زي دي بعد فترة تصلبي واحد صغير وصغير ذاته ما لسه القلم ما خدتوا له زول للعب لسه القلم ما بعدين قال لي أسمع عندي سؤال يا شيخ قلت علي تفضل قال لي يا أخي أنا في بيت في الفريق يتيمة وبحبها شديد هل بيجوز لي أقول يا الله بعد أكبر وهي تكبر زوية لي شو أعلى قال الله الجنة ده من صغير قلت له الله أدعى ذا في جوز لك إني تابعهم الحساب أكزح منها الله يكبركم ويزوجكم وخارجنا منكم والله إنها مصاحب ده من صغير كذي دي وكلها شفت سببها المسسلات والجلسات والأفلام والمصاحب واحد في الصافية يعني أنا بعرف اسمه عبدالله الزبير هو أصلا من العزبة بعدين قال لي جيت مسجد في الصافية قال لي يوم الجمعة قال أنا بصلي في النافلة قبل الجمعة ولد عمره خمسة سنة وبيد عمره خمسة سنة جمعة أبهات خمسة سنة دي اللي بعرفوا لخبة يا جماعة خمسة سنة لكن لأنه بحضروا مسسل الكديسة والفار ديك وزبستون ومي ما بعرف واللخبة ومش حتقدر تغمض عينيك ليه أصلا ما في نار قدام ولا شنو ما بتقدر تغمض ديه بعدين بيحضروا اللخبتات دي شاكنوا قال ليه الولد تغير بيقى بقرب من البيت بعد شوية بيقى بسلم لها في وشه الجنة صغير قال أنا عرفتها الولد ده ما مسالة شهوة لكن لأنه شاف الشداء شكذي في النهاية لكل أشياء خدعوا بها الناس فالدنيا ديها يا إخوان وإن طال الزمان وإن قصر أنت في النهاية بتبقى شاب بعد شوية بتفوت مرحلة الشباب مما تصل أربعين ودي مرحلة سريعة أسي بتنتهي سريع أنت أسي ما شايفة الليلة بكرة بعد بكرة بعدها بتنتهي مما تصل أربعين حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة أي تاني مما تفوت أربعين تاني تبتمش نازل زمان ما في قوة تاني تبتمش نازل أمراض وشي قحة وشي بنزلة وشي وجعراص وشي قطايع تخش الخمسينات أي تاني كسال أدوية قاعد في جيبك تخش الستينات تاني بتشيل عكاز تخش سبعين تاني تصحى من الصباح والله ما للو أتضم طششة كذي طششة تصبر شوية تشوف تشي تاني تخش التمانين آه تاني بتبقى في حالة تانية تخرف بعدها بعدها تموت دي في النهاية الدنيا فما تنخذع بها انت ومتضايق من شنو والله مولانا بس مشكلتنا حاجة واحدة في الدنيا بس البنات دي كاختي ناين ديها مشكلتك آه اتزوج اتزوج دق الباب قول انا دار البيتة الفلانية زوجوها لك عقدوا لك آه تاني مش كذب لها براك لما منسها لك تاني قالوا لما كفتك تمام ما كفتك دق الباب اتزوجها التانية التانية دي بتاني بتمشي الشغل للتصلبك والله دي فلقتني بالكباية ودي بالحلة ودي سوت الملاح مسيخ تاني بتبقى في مشاكل ومصائب تاني ما بتجي تتفرج ما تاني ما كفتك آه اتزوجي التالتة تالتة بعدين تبقى لافي تلاتة زي الركشة بعد شوية غلبتك شغل لسه في فتن كترد عليك اتزوجي الرابع فلاسة الرابعة دي اللي بتجيب راسك يفتك مما تتزوجي الرابعة دي تاني انا ما بتعاين لي خلبيت ولد تاني في الشارع ما بتعاين والله تاني تشتغل بس لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله سبحان الله يقول لك اسمع عندنا جلسة يا غنفاضي من الجلسات دي الاربع اربع يا مولانا تاني في جلسة جلسة بتاع فالجزاء اللي كدت ده الحلال الله فتح لك الباب شرب بدل تشرب لك حاجة مرة تخليك زي البهيمة تقعد في الشارع وترقد في الضل وتشغال سبعة تمانية هاشرب عصائر هات في شارع شفت شارع شو هذا دي هنا في محل عصير والله كوباية دي شفتهم بقيد عندك ثلاثة تلاجات تحت يمكن تكفيك اتشرب لك عصير ارزاح تاني في جنو والله مولانا ما نحن دارين نبقى وجيهين وجيه لن الله جميل ونحبه الجمال لكن بحدود ما تزيده كمان يتشغل أبقى نظيف والبصريف كويس ما بزو سالك سرح شعرك تمام جدا وديه شوية زي السمسم ولا فول ولا فرامل ولا حاجة المهم جاسف فيها لكن تقعد تعديه لي تجلب الضبجاي والبنات واكفات في العطارة بالصف التواقف معهم بالصف دي كلها حاجات هوساية دي كلها عليه ذوال